تتغيروا تعرف بينا شنو أقال برا قال كلمة أنا أثرت انتباه قال المقاومة يحكي على حماس حماس عملة العمل أمتاح لأنها كانت تعرف أني أنا جاي للمنطقة باش نعمل السلام مع السعودية والمقاومة لا تنكر ذلك أنا سمعت قيادات بتاع المقاومة يعتبروا أن ما قاموا به هو ضرب استباقية قطعت الطريق على موضوع التطبيع إمكانيت أن تطبع السعودية موضوع التطبيع أنهاتوا إلى الأبد أنهت موضوع التطبيع لا يجروا أي حاكم عربي اليوم أنه يمشي يطبع مع العدو الصيوني ترف عليش لأنه شنو شكان يبيعوننا الحكام العرب هذا عدو لا يقر هذا عدو لا يهزم إلى متى ونحن وكذا إلى آخر هوجت مقاومة بقلة قليلة من الشباب عمارهم 25 عام فأقل حتى 25 عام بأسلحة بسيطة صنعينها هوم بعقولات جبارة تمكنوا بشي اسم العدو هذا يدونك المبرر اللي يتقدم فيه لشعبك وتسوق فيه لشعبك أنك تطبع مع هذا العدو لأنه عدو قوي وأنه كذا أو أثبت أو لا بيش يحميك هذا العدو كما بعض الدول الخليجية لماذا تطبع يعني هم اقتصاديات قوية أنت تطبع لماذا مع هذا العدو تطبع ليحميك غير قادر على حماية نفسك اليوم إذن أنت هل اللي عملته هذي كان مشي تجبت عطيت للمقاومة سلحت هذي كالجر في السياق هذا رايح ماتك المقاومة من هذا العدو وحماتك المقاومة حتى من الأمريكان لكن هذا دون كانت مسألة مهمة مسألة مهمة ماذا دول الخليج يعني تراهم أنت في قراءتك سيد زهير مغزيوي دول الخليج اللي كانوا أول من طبعوا مع قبلهم مصر ولكن مؤخرا يعني بعض الدول الخليجية البحرين دولة الإمارات لآخرية هذو ما مشاه وياله ثون وتطبيع مذلل أيضا تطبيع بإذلال كبير جدا يعني بعض المواقف اللي صدرت في المعركة هذه مفضيحة لم تصدر يعني حتى على يمكن في الدول الغربية يعني ثم دول الغربية كاتم تي كولومبيا رئيس الكولومبي يطرد السفير الإسرائيلي هذو ما ميحشموش على الارواحهم حتى يقول لها بره يتروح حتى هو خلينا يعني بشي علق شوية بشي نادي سفيرة للتشاور حتى هذه الحد الأدنى يعني لنجم يقوم بيه حاكم عربي من نجموش يقوم بيه وقد نستوقتل وغيرها